اشتركوا في القناة صحة وسعادة ومعنا غير ليلة عيد الفطر فان شاء الله ندعو ان يمر علينا ونخلص رمضان وحنا بصحة وعافية واستفدنا من ثلاثين يوم من الصيام استفادت من جسمنا استفادت من أرواحنا ترى كثير من الناس ما تفكر في الصوم تفكر دائما ان مثلا انه ينزل وزني ان انا كون مثلا صحي اكثر نظام حياتي يكون صحي اكثر لكن في ناس ما تدقق كثيرا عن الناحية الروحية للاحنا نستقيها من اجواء رمضان التراويح التجمعات العائلية الزيارات سبحان الله جب رمضان نفسها يغذي الروح وهذه تغذية الروح هي عبارة عن طاقة ايجابية ترى تنعكس على صحتنا البدنية انا ليش يقولكم هالكلام لان احنا صحتنا ما فقط تكون على الصحة الفيزيائية او الجسدية لكن احنا عبارة عن مجموع من اثنين الصحة النفسية والصحة الجسدية فاتمنالكم ان شاء الله جميعا ان تكون صحتكم النفسية والجسدية في اعلى حالاتها في شهر الصوم وبعد شهر الصوم مسما تعودتو هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة الى تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع اذاعتنا المتميزة دائما وابدا اذاعة نور دبي هذه موحدثتكم دكتورة نيدا الملة بكون معاكم ان شاء الله تقريبا على مدى ساعة على الهواء اخذ ملاحظاتكم شكاويكم موضوع حمل ان نتناقش فيه موضوع العلاقة بالصيام يفضل او مثلا ما العلاقة بالصيام ممكن يتناقش فيه عشان تعم الفايدة ارحب الفريق الموجود معي اليوم في الاخراج معي عيسى السبيل وفي التنسيق معي ميرا المري صباحكم ورد ورمضانكم كريم مثل ما تعودت دائما نبتدي اولا بالدراسة الدراسة اليوم شا تقول تقول حذرت نتائج دراسة جديدة من ان بيئة العمل المثيرة للتوتر مع نقص النوم مع ارتفاع ضغط الدم يضاعف خطر الوفاء بامراض القلب ونصحت من يعملون في وظائف تؤدي الى التوتر والتعرض لضغوط على الحرص على النوم سبع ساعات يوميا والحصول على اجازات دورية واتباع تقنيات الاسترخاء وخفض التوتر وبحسب الدراسة التي اجرت في جامعة ميونيخ اذا كانت وظيفتك تضعك تحت ضغط التوتر طوال اليوم ولم تستطع النوم ما يكفي وتكرر الامر لعدة سنوات يزداد خطر الوفاء المبكرة بسبب مرض قلبي ويعتبر ارتفاع ضغط الدم من اشد الاخطار على صحة القلب ويأتي على رأس قائمة المخاطر فاذا اضيف اليه عوامل مثل الزيادة المستمرة في هرمون الكورتيزون اللي هو الهرمون اللي ينتج بسبب التوتر والاجهاد بسبب نقص النوم يتعرض القلب لضغوط قد تؤدي الى الوفاء وحتى التوصيات الدراسة على الخروج الى الشواطئ والمنتزهات وممارسة تقنيات خفض التوتر مثل اليوغا والتمارين الرياضية والعمل على تحسين فرص الاستغراق في النوم اتوقع ان الكلام اللي تقول له هذه الدراسة احنا كنا كذا مرى في برنامج صحة وسعادة ودائما اتوقع حتى الطبيب الاسرة الخاص فيكم دائما يقول لكم عن اهمية الحصول على القدر الكافي من النوم ومثل ما بديت البرنامج وقلت لكم عن ان نحن عبارة عن مجموعة من الصحة النفسية والصحة الجسدية فتشوفوا هذه الدراسة تقول ان ممكن الانسان يموت من امراض القلب مبكرا مبكرا معنا قبل سنة الاربعين او الخمسين يعني في ثلاثين خمس ثلاثين اثنين وثلاثين وتمر علينا هالفترة هالحالات نسمع عنها ان صغير حليلة كان عمرنا خمس وثلاثين او اربعة وثلاثين يتلى ازمة قلبية كممكن يموت منها او دخل عناها المركزة القلبية كل هذا ممكن الشخص ما عنده اي مرض عضوي ما عنده سكر ما عنده ضغط لكن عنده نسب التوتر عالية جدا وعنده عدم انتظام في النوم فالتوتر وعدم انتظام للنوم هالاثنين يؤدون الى ارتفاع في معدلات ضغط الدم لان شو اللي يستوي في جسمنا يا جماعة لمن احنا يكون عند تحت التوتر وما نحصى على قدر كافي من النوم هالعاملين يخلي الجسم يحس انه هو تحت ضغط نفسي انه لازم ان هناك حالة طوارئ مثل حالة استنفار تعرفون نفس دائما نضرب المثل تعرفون لما تكونون في غابة يركض وراكم الاسد تشوفون حتى ما يركض وراكم تشوفون الاسد من بعيد الجسم يتفاعل مع التوتر وقلة النوم بنفس الطريقة ان هناك خطر فترتفع معدلات الكورتيزون في الجسم هذا الكورتيزون يسميه هرمون التوتر معنا لما احنا نتوتر او نخاف او نكون في مرحلة خطر مثلا نشوف الاسد في الغابة فهذا الهرمون لما يفرز يسوي مثل اعادة برمجة لبعض انظمة الجسم يعني يخلي الدم ما يتوجه بشكل كافي للجهاز الهضمي يروح للعضلات اكثر يروح للدماغ اكثر ان احتاج في حالات التوتر ما يهمني وايد الهضم يهمني اكثر ان استفيد من عضلاتي مثلا اذا احتاج ان اركض او اشتغل او اكتب مثلا احتاج وظائف الدماغ اكثر اذا مثلا عندي مهم اشتغل عليه فيتم توزيع الدم في الجسم حسب التوتر فتتخيل مع تكرار هذا الشيء التوتر وقلة النوم مع الايام ووجود هرمون الكورتيزون عندكم بنسبة عالية يؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم هذا الثلاثي التوتر نقص النوم وارتفاع ضغط الدم كلهم يؤدون الى الاصابة بامراض القلب فعشان شيء دايما احنا نركز على ليس فقط تقول ان انسان صحي لانا لا اعاني من اي امراض حتى لو تتمارس الرياضة ترى كثير من الناس احنا شفنا حالات في العيادات ناس تكون صحية مئة بالمئة ناس تكون رياضية يعني تكون مثلا تلعب كرة قدم او فريق تنس او ايا كانت الرياضة يعني ناس رياضيين بشكل ممتاز ممثلا احنا نقول مثلا رياضيين مرة في الاسبوع نسوي رياضة سمين عمنا رياضيين لا ناس مارس رياضك اليوم وبانتظام ويمكن حتى يكون عندهم مدربين فتلاقون نمط حياتهم صحي جدا حتى الاكل عندهم تلاقون ما يكلوا متأخر نظام وجباتهم متوازن اكثر مع هذا ممكن يصابون بامراض القلب فالناس الصغراء بتقول هو انسان صحي ليش وصاب بامراض القلب لان عامل التوتر عنده احتمال كان كبير جدا زائد عامل قلت النوم فهذه رسالة اليوم يا جماعة اذا كنت تعاني من التوتر بشكل دائم انا ادري في زمننا الحالي الاعمال بشكل عام صارت ممكن نقول متطلبة اكثر مما كان قبل عشر سنوات وخمس عشر سنة يعني امي دائما تقول لما احنا كنا نشتغل خلص دوامك اختموه وروح خلص خلص الدوام الان اعمال فيها متطلبات اكثر فيها اهداف اكثر الاعمال صارت طموحة اكثر تعرفون يعني الموظف صار مطلوب بنا اكثر وحتى احنا صارنا طموحين اكثر يعني ما نبس نخلص شغلنا وروح البيت نبقى نيب احف افضل البروجيك نبقى نحسن العمل عندنا مؤشرات اداءة وغيرها ما ننتبه احيانا ان كل هذه الامور تضعنا تحت مستوى معين من التوتر في البداية نحس فيه بعد فترة جسمنا يبدأ يتحود على مستوى التوتر هذا بالتالي ما يعطينا اشارات تحذيرية خلاص يستوي عندنا شي عادي لانا مثلا ما انام في الليل اتم طول الليل سهران وافكر كيف بايب هالصفقة مثلا او كيف باعدم مؤشر الاداء هذا مالي او كيف بايب هذا الشي او كيف بحسن هذا الشي في دوامي او كيف بقدم هذا البروجيكت مالي بعد فترة يستوي شي طبيعي عندنا وهذا نشوف في العيادة الناس التينة تقول هذه دكتورة ترى انا من زمان ما انام عدل ليش من زمان منه قال ان هذا شي صار عادي ان من زمان انا ما انام غير ثلاث ساعات ونوم يكون قلق وطول اليوم احس عمري مش مرتاح مئة بالمئة كأني متوتر فيه فيه نسبة توتر الى الان في جسمي هذا شي مو طبيعي ومو عادي انا انصحكم اذا انت تعانوا من هاي من هاي الاعراض شوفوا طبيب الاسرة بخصوص النوم بخصوص التوتر لازم تلقو لكم منفذ اذا مو يوميا على الاقل اسبوعيا للتخلص من التوتر وانتو اللي تحبونا فيه ناس يوغا فيه ناس ما يستهويا اليوغا مثلا ممكن تحبوه مثلا فقط تمشي على البحر في الهواء الطلق اي شي تحبونا يعني يساعد جسمكم في التخلص من التوتر التخلص من التوتر هو علاج يعني انا اعطيكم الانحين وصفة التخلص من التوتر مارس ما تحب خصوصا الهوايات الهوايات في هوايات دراسات عليها انها تساعد الجسم في التخلص من التوتر وتقليل مستوى التوتر ونصيحتي الشخصية دكتورة ندى خل هوايتك بعيدة تماما عن مجال عملك ما لعلاقة لا من قريب ولا من بعيد يعني انت موظف اي تي خل هوايتك الرسم مثلا انا دكتورة هوايت الطبخ شي ما لعلاقة ابدا عشان تبتعد تماما عن مجال العمل وبالتالي قل التوتر احنا نطلع الان الى فاصل ان شاء الله بعد الفاصل رح يكون معنا فقرة تغذوية مثلما تعودتوا فابقوا ولا تذهبوا بعيد صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ذكركم ارقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 الهي من انتقل لخبيرة التغذية الاستاذة امن ابراهيم اخصائية التغذية العلاجية بهئة الصحة بتباي بتكلمنا عن ما هو الفطور الصحي في رمضان يا صباح الورد استاذ امل صباح النور يا هلا اهلا فيك اهلا انتم خير وتقبل غلطاعتكم وصيامكم مننا ومنت ان شاء الله صالح العمال خبرين استاذ امل ما هو الفطور الصحي في رمضان الفطور الصحي اليوم انا بقدم لكم نصائح عامة للفطور الصحي شو الاشياء اللي لازم نتبعها حتى نحصل على ان الفطور يكون فطورنا يكون صحي اولا يجب علينا ان نتناول ما يعادل ثلاث حبات من التمر والان كلمة تحتوي على كمية عانية من السكر وهي الكمية هادي تكون كافية حتى تضبط سكر الدم بعد الساعات الطويلة من الصيام بعدها يفضل تناول طبق من الشورب الدافئ حتى نهي المعدة لإستقبال الوجبة الرئيسية وبعدها بعد صلاة المغرب او بعد ساعة من تناول الشوربه يفضل ان نناكل الوجبة الرئيسية وتكون الوجبة الرئيسية غنية وصحية وغنية بالبروتينات والنشويات والأذياب ونركز على انها تحتوي على نوع واحد مثلا نقطة فضل الرجاج كمية قليلة من الرز ولا ننسى الصلطة والخضروات كمين؟ اما بالنسبة للاشياء اللي يجب ان نتجنبها حتى نحصل على الفطور الصحي هي تجنب مضغ الطعام بسرعة حتى ان لا نصدم المعدة تجنب الكميات الكبيرة من المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين مثل الكهوة والشاي والابتعاد عن الوجبات السريعة العالية بالدهون وايضا التقليل من الحلويات والسكريات وعدم تناولها مباشرة بعد الفطور نعم وعندي بعض الاشياء كيف نحول الوجبات الرمضانية الى وجبات صحية مثال على ذلك مثلا السنبوثة بدلا تكون مقلية نقدر ان نخليها مخبوزة الحلويات ممكن ان نقلل فيها السكر او نستبدلها بالفواقع الاروز مثلا العيش نقلل منك فيه كمية الدهن او الملح ونستبدل السمن بالذيت الزيتون نعم اما بالنسبة للشربات فنركز على الشربات الغنية بالخضروات الفواقع ونبتعد عن الشربات الكريمية والعفائر ايضا نستبدلها بالعفائر الطازجة لانها يعني غنية بالفيتمينات ولها فائق على الجسم نعم هذا بشكل عام بالنسبة لأكلاتنا الشعبية اللي ما شاء الله يعني هي تكون مثل ما يقول ملكة الصفرة في رمضان الهريس والثريد مضروبة هالأكلات كيف ممكن أنا مالله ما قدر ذا ممكن نحولها صحية يعني حس لو حولناها صحية تروح نكتها ولا شو رأيتش استاذ أمن لا في يعني مثلا الهريس بلازم فوقها يعني كل الدهن كمية كثيرة شوية يعني كمية قليلة مو مشكلة يعني الاهم شيء لا تدال فينا مثلا باكل شوية من الهريس شوية من ال�ثريس شوية من المضروبة حادي ما علي يعني شوية خاشوك 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 هل يعتبر يعني الهريس بنفسي يعتبر وجبة يعني أنا حسب دائما تقولنا خصائيات التغذية أن الهريس يعتبر وجبة متكاملة فيه كربوهايدرات وفيه لعبة فيه بروتينات صح فيه كربوهايدرات فيه بروتينات فيه يعتبر وجبة يعني تعطين مثلا الهريس مع سلطة هريس مع سلطة عشان يكون مع الألياف يعني الألياف ثلاث من الموتين من الهريس والمشوية ممتاز ممتاز بالنسبة للحلويات في المضاء ما شاء الله شهر رمضان الصحبة حلويات سواكات حلوياتنا المحلية أو الحلويات الكيك والدونات وكل هذا ما شاء الله تلاقينا مع الفطور على الفطور كي شيء محطوط يخافون ينسون أي شيء في المطبخ كله مدينا الصفرة من هناك حطينا الهريس يا من اللقيمات يا من الدونات فشو الطريقة الصحية عشان ناكل الحلويات هذي في المضان الحلويات يفضل إنها تكون بعد الفطور بساعتين ما تكون بعد الفطور مباشرة أنت حين بتصدم المعدة المعدة كانت خالية لفترة طويلة يعني تاكل تملاها تماما فيكون يأثر طبعا على عملية الهضم ممتاز ممتاز عندك رسالة أخيرة أو كلمة أخيرة حابت شاركين فيها أستاذ أمل كلمة أخيرة أقولها في ناس يعني مثلا يقولون نا ما نقدر نفتعد عن الدسم نتعودين نحن مثلا نفتر على طول ناكل عيش وعرضوناك الفريق صح فأقولهم لا هاي أنتو أشياء أنتو أنتو خليتوها فيكم عشان شي ما تقدرون تشلونها بس حاولوا تشلون مع الأيام إن شاء الله بس صحيح حاولون لكم تتابعون النظام الصحي ممتاز ممتاز أنا شاكرا لك أستاذ أمل إبراهيم أخصائية التغذية العلاجية بهئة الصحبة بيهة المداخلة عن الفطور الصحي برمضان نهارج سعيد شكرا لك طبعا مثل ما اتفضلت أستاذ أمل أخصائية التغذية كيف نتحول لفطور صحي الفكرة ما فيها أن احنا يعني أنا ذكر بعد الحلقة اللي قدمتنا قبل رمضان كثير من الناس في العيادة قالوا دكتورة أنتو قلتوا معنا ما ناكل شي كيف رمضان وما ناكل وحرمتوا من كل شي احنا حتى أخصائية التغذية عمرها ما راح تقول ممنوع ما في شيء سمع منوع حتى لو أنت تعالى من السكر من الضغط من الكوليسترول أيًا كانت الأمراض اللي عندك ما نقول أبدا ممنوع نتاكل صنف معين اكلوا إلا في خاطركم كل شيء تبونوا اكلوا يا جماعة الفكرة لما احنا نقولكم هالكلام ترى للإنسان الصحي مئة بالمئة معناه ما عنده أي مرض أو إذا كنت تعالى من أي من الأمراض نفس الكلام اكل اللي خاطرك فيه ولكن باعتدال ترى لو أنا إنسان صحي ما عندي الحمد للأي أمراض لو قمت آكل على هواي وكميات كبيرة من الدهون ومن السكريات طبيعي بعد مدة يابيني سكرية يابيني ارتفاع في ضغط الدم يابيني كوليسترول أو يصيبني زيادة كبيرة في الوزن تأثر على عضلات القلب وتأثر على لوعية ويأثر على غيرة فالفكرة وما فيها الاعتدال وما في أعتقد حكمة أو رسالة صحية أفضل من وصانة عليها رسول صلى الله عليه وسلم لما قال تلثن لغذائك تلثن لمائك تلثن لهوائك معناها أنه ما نترس المعدة كاملة بالطعام إحنا اليستوي أعتقد وقت الفطور أنه هواء ما في مكان صاني الهواء هو كل أكل وعصير حتى ما يمسكي ماء لمكان لأن العادات اللي عندنا نحط جيك العصير البارد المتروس تلجي منه ونصب ونحس المشكلة أنه من رسالة تطلع من البطن إلى الرأس إلى المخ تأخذ عشرين دقيقة عشان تقول عشان الدماغ يقول والله أنا الحين إحنا شبعنا وخلاص نوقف أكل فهذا العشرين دقيقة في رمضان يستوي الإجرام أكل متواصل ما يوقف أنا نصيحت لكم من واقع تجربة بسيطة في موضوع مادة الأفطار في رمضان أنا أقعد أبعد مكان في الطاولة أتعودت الحين من رمضانين أقعد أبعد مكان في الطاولة بعيد عن كل الأكلات الهبرة اللي تكون موجودة اللي بقى كورة والسامبوسات واللقيمات والهريسات وهذه اللي كلها موجودين هريسات هريس كل محطوط أقعد أبعد مكان صح؟ عيسى تجمع هريس هريسات أم لا تجمع عيسى يضحك قلتك ترمان لا تجمع هريس أقعد أبعد مكان فشوي يستوي متقال أنت أبعد مكان غير لما يكون شيح ذلك أنت قاعد في صدر الصفرة مثل ما يقولون كشي يمك اقعدوا أبعد مكان اسمعوا هالنصيحة جربوها بس اليوم وابتدوا أول يعني قبل ما يأذن ابدوا يحطوا في صحن شوي حبتين منها حبتين منها أو شوية مثلا هريس شوية من ثريت وخلوا في صحنكم وقعدوا أبعد مكان وقعدوا نفسكم ما رح تزيدون أو تمدون إيدكم على أي شيء في الصفرة بعد ما تخلصون صحن لجدامكم أنا سوي هذا الأسلوب طبعاً أبتدي بالشربة أولاً أنا أول ما يأذن ماء بعد هذا الشربة الشربة وايض تساعد وخلوا كوبوا الشربة إن شوية راهي إن مو خاشوكتين شربة بديتوا في الأكل عشان تعطوهم المعدة مكان إذا أنتوا من نوع لتخلصون فطول عقبة صالون كوب شربة شربوه بالهداوة بعدين كلوا الصحن لجدامكم راح تلاحظون أوتوماتيكياً أتوقع قبل ما تخلصون الصحن أنتوا تقريباً شبعتوا فهذه الحيلة اللي ممكن حنسويها عشان نخدع الدماغ نحن ما شاء الله كنا كمية كافية فبهالطريقة أنتوا كلتوا إلا تبعونه ما حرمتوا نفسكم لأنه بتحط من إلا تبعا من كل شي على الصفرة حتى في الصحن جدامك لكن وجود الأطباق بعيدة عنك يخليك مثل ما يقولون ما تمد إيدك على الموجود على الصفرة وصحنك بعدك ماكلتها فتتبعوا هالطريقة فعلاً ترى مفيدة ومع السوالف على الفطور وشي راح تلاحظون شوي شوي أنتوا معدتكم انتلأت ونصيحة أيضاً خلكم أبعد ما يكون بعد عن جيك العصير أموش عشان ما يخليكم الصبون عصير لكل الناس كون أبعد ما يكون اقعد يامل ماء ما حد يطلب ماء بالعادة على ماء الفطور دائما يطلبون العصير الباردة خلك أبعد ما يكون خلي عندك دبة ماء ولو عن خاطرك بعد كوب عصير إذا أنت حاب تشرب كوب عصير أنا عن نفسي ألغيت العصير تماماً من نظامي من السنتين أحيان ما أشرب خصوصاً في الصوم لأن أحس أنها هي عبارة عن سعرات حرارية جسبي ما يحتاجها ما يتسبيت منها وتسوي لعسر هضم ترى العصير لأنها عالية بالسكريات تسوي لكم عسر هضم وتكون باردة جداً فهذا حتى يسوي يخلي المعدة حليلها تتعب لأنه يكون المعدة طويلة اليوم مثلاً يقولون دافية لأنه ما فيها أكل وتشربون عليها العصير البارد هذا المثلج وايد يسوي تلبك معوي وهذه واحدة من الأسباب اللي تخلي الناس تيل عيادات بكثرة بعد الفطور أنه يكون عندهم عسر هضم يكونوا مأكلة كمية معتدلة ولكن شرب العصير البارد جداً وهذه عادة جداً خاطئة وهذه رسالة حق أمي داماً تسوي العصير وايد فيه ثلج وأقول لي لا تسوي وايد ثلج يسوي عسر هضم لا خففوا الثلج يا جماعة في العصير أدري واحد يمكن صايم يحس يباش يتيسرسح على قلبه حزة الفطور فمشالله نستوي كريمين في الثلج لكن صدقوني يسوي عسر في الهضم وتلبك معوي وتحسوه منكم مرتاحين تحسوه من الفطور نصلي التراويح نقدر نتهجد نقدر نقرأ القرآن مو بعد الفطور نحس أننا دايخين وفينا نوم والناس بدأت تسوي عصبية ترى شوي شوي لأنه يكون راسها داير وتحس بالنوم وراها تراويح وراها يمكن مقاضي العيد مثلما يقولون فخففوا الأكل ونظموا نفسكم والموضوع ترى أبسط من البسيط شوية إرادة واموركم إن شاء الله في التمام احنا رح نطلع الى حين إن شاء الله إلى فاصل بعد الفاصل نحن نتابع برنامجكم برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ذكاكم برقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما تعرفون إن يعاني تكملة اللي قلت اللي تتكلم عنها قبل الفاصل إن يعاني عدد من مرضى الجهاز الهضمي من بعض المشاكل الصحية خلال شهر رمضان المبارك بسبب تغير النظام الغذائي وتناول البعض لكميات كبيرة ومتنوعة من الطعام عند وجبة الإفطار لذلك لا بد لهذه الفئة من المرضى أخذ بعض الاحتياطات لتجنب العوارض الصحية خلال شهر رمضان الحديث عن هذا الموضوع يسرنكم معاني اليوم عن طريق الهاتف الدكتور محمد عبدالله بنما خصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى راشد صباحك ورد دكتور كل عام ونت بخير حياة الله دكتور كل عام تطيبين وصحة وسلام إن شاء الله وشكرا على هذا البرنامج الطيب اللي يفيد شريحة يديرنا المجتمع شكرا لك دكتور وجدتك معانا اليوم وإن شاء الله الحديث اللي بيكون معاك يفيد الشريحة المستهدفة من المرضى اللي هم الناس اللي يعانوا من مشاكل الجهاز الهضمي دكتور بداية هل الصيام يزيد أم يقلل من أعراض الصحية لدى مرضى الجهاز الهضمي يعني هل الصيام زين أم لا زين لجهازنا الهضمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلح بالسلام على سيدنا محمدنا على أهله وصحبه والسلم في البداية أحبنا أرفع أثناء التهن والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ ريفة الزايد وشيخ رئيس الدولة وشيخ مقام سيدي الشيخ محمد الراجد نابعس رئيس مجلس وزراحة دبي وإلى مقام سيدي الشيخ محمد الزايد وليعاهد بوضبي وإلى حكام الإمارات ومقيمين ومقيمين الصيام لا يعني كثير غير الإلساك عن الطعام والشراب أي امتناع الجهاز الهضمي بشكل عام عن أداء مهمة ووظيفة في العرب وهكذا يشكل الصيام راحة لهذا الجهاز المدة تصل إلى 17 ساعة تقريبا بليوم يستطيع فيه التقاط وفاسة وترميم الكثير من مشاكل على مدى شارك نحن نسأل نفس نحن كمرضة أو كناس صحيين أو غير ذلك تلقائيا أساسنا بأنك لنلتهمها قد سببت لنا بعض المرضى وقصر الهضم فإننا تلقائيا نمتلع على الأكل وبعد ذلك نحن نشعر بالسعادة وبالراحة من هذا الافتراب في التالي يبان لنا أن الصيام يقلل طبعا من العراض الصحية المرضى جهاز الهضمي صحيح دكتور ما هي الأعراض الصحية التي تختفي مع الصيام المواحدة يصوم وما يمكن بعض الأعراض التي تظهر مع الصيام من الجهاز الهضمي نعم بشكل عام للصيام فوائد كثيرة وتعود على الجهاز الهضمي بالفايدة طبعا الصيام يساعد المعدة المريضة على الشفاء من خلال الإفرازات الحضمية أو الحمضية بسببين عدم الطعام عندما تقل الإفرازات المعدية تتجدد الخلايا وتتمكن الغلد المخاطية من استعادة قدرتها على إفراز المواد المخاطية التي تغلل في الغشاء وغطن القعام لذلك تكون الفرصة الثانية حالت تخلص من مشاكل كثير من ارتجاع المريء وتقرحاته بل حجم فتق حجاب الحجاب الحاجز ليربط المريء بالبعدة يمكن أن يتغير حجمه ليكون أصغر مما يعني أعراض أقل ومشاكل أقل في المستقبل لذلك أن الأمعاء كمسرح لعماليات تنظيف وتطهير متواصلة من السموم النفايات والفضلات كما يساعد على تقليل اضطرابات الهضمية والغازات والصيام أيضا يخفف من الجهد لذلك البنكريات خلال عملية الهضم بالتالي يساعد على علاج البنكريات من بعض الأمراض مثل انتهاب البنكريات الحاج وبعض الأمراض البنكريات المزمنة حيث يوصي المريض بالانتناع للأكل والشرب لمدة معينة بـ 48-72 ساعة تقريبا لتوفير الراحة للبنكريات جميل دكتور بالنسبة للناس اللي عانوا من قرحة المعدة وهو ما شاء الله يعني ما رضي شوي يعتبر شائع نلاقي كثير في الإيادات أو في المستشفيات اللي عندك قرحة المعدة وفي ناس عندهم قرحة الأمعاء نفسها فأي واحد منهم ينصح فيه بالصيام وأي واحد أو ممكن ثياته ممكن يصومون أو ما يصومون قرحة المعدة أو قرحة الأمعاء هل ينصح بالصيام ولا ما ينصح بالصيام وهل رح يستفيدون منه أم لا طيب بالنسبة لمرضى القرحة المعدية أو المعدية أو المعدة بشكل عام خاصة الحاجة منها اللي تطلع التدخل العلاجي بالمناظر العلاجية بشكل عام الفضل أن يكون المريض صايم لمدة 72 ساعة بشكل عام ما أخذ علاجات المعدة عبر الوريد وذلك اللي خاصة معدل إصرازات الحامض المعدية والحامضة المعدية والبنكرياس اللي تؤثر سلبا على غشاء القرحة الموجودة في المعدة أو في الأمعاء وتسبب حدوث القرحة مرة أخرى أو عدم التئامها ومن هنا نرى أن الصيام يساعد على تقليل حدوث القرحة المعدية وقرحة الأمعاء وإتهاب بشاء المعدة وتغير المغرص المعدة وبالتالي طبعا نحن ننصح نريض في فترة علاجة القرحة المعدية في شهر رمضان المبارك أن يقل علاجات المغلفة لجدار المعدة مثل العلاجات التي تشرف الأسواق الآن مثل البلتزول والنيكسيوم وغيرها والمشابهة لها بعد الإفطار مباشرة وتأجيل واجبة الإفطار من نص ساعة إلى ساعة بعد ذلك يستطيع تناول الإفطار بطريقة صحيحة والإبتعاد على الوجبات بسمه وشرب كثير من السوائل الصحية طبعا فيه سلوكيات خاطئة يمارسها المرضى بشكل عام وهذه السلوكات الخاطئة في تناول واجبات الإفطار وقلة الحركة ساعات طويلة والتدخين فهذه بالتالي تزيد من نشاط الحامض المعدي بالتالي يأثر تلبا على القرحات الموجودة في المعدة وأيضا ارتجاع الحامض المعوي للمريء والفن ولتجنب هذه الأشياء طبعا لابد من تغيير رمض الحياة كنقص الوزن ومارسة الرياضة وتأخير النوم فترة كافية بعد آخر وجب اللي هي السحور طبعا وتجنب الإفراط في تناول منبهات كما يفضل رفع الرأس عند النوم اللي من الوصول إلى الحامض ممتاز دكتور مرض شائع آخر هو القلون العصبي كيف ممكن يستفيدون من الصيام وهل هناك مشاكل تيوم من وراء الصيام ويفضل يصومون أو ما يصومون مرض القلون العصبي طبعا أكيد على حسب الحال لكن بشكل عام نعم طبعا مرض القلون العصبي طبعا هذه تفهمية مجازية بالنسبة من كل العرض القلون العصبي هو في الأصل يعني مجازية من كل العصبي هو بالفعل تقلصات في القلون صحيح بسبب أشياء كثيرة يعني تعرض لها الإنسان خلال حترة حياة القلون طبعا مرض القلون العصبي أو تقلصات القلون يعتبر صيام مفيد لهم جدا وليس لهم طبعا نظام لذائي خاص وثناء الصوم وغالبا طبعا ما نشاهد هؤلاء المرضى وقد تحسنت أعراضهم مع الصيام متناقصا وذلك للأجواء الإيمانية التي عيشها المسلمون السنة عشر رمضان والهدوء السكينة إلى جانب أن الصيام لسعاء طويلة خلال يوم يمكن أن يعالج حالات القلون العصبي ومشاكل عصر وهذا من انتفاق القلون مؤديا بالتالي إلى تنظيم حركة القلون وتقوية عضلات وأغشية الجهات الحظ طبعا فيه شريحة من المجتمع يعانون من مرضى اسم القلون متقرح ومرضى القلون متقرح في هذه الحالة يعني في حالة نشاط المرض من الأفضل عدم الصيام لهذه الشريحة من الناس لأن المريض يعاني في الحالة هذه من اسهال متكرر وخروج بعض الدم مع اسهال مما يلزم تعويضات كبيرة يعني كمية كبيرة من السوائل وتناوز درعات الدواء على خترات متقاربة أما إذا كان مرض غير نشط طبعا ممكن الصيام بسهولة جدا ممتاز دكتور هناك ناس التي تعاني من أمراض مزمنة في الكبد ممكن تخبرنا بعض الأمراض الشائعة للكبد وشال نصيحة لتعطونها إياها عشان يستفيدون من الصيام مع أعتقد أن من خبرات المتواضعة أن الصيام يفيد جدا المرضى لعند تشمع أيضا في الكبد نعم صحيح مرضى طبعا حالات الكبد الدهني أو تشمع الكبد التشمع يعني معناه تقصد فيها الكبد الدهني نعم نعم الصيام طبعا يفيد كثير في تحريك الدهون المخزونة في الكبد مما يحسن حالة الكبد الدهني بل تحسن أنزيمات الكبد وتقل معدلات تعرض الكبد للسموم السامة والنفايات نعم والأدوية مما يعطيه الفرصة جيدة للاستشفاء وتجديد الخلايا وتعويض التالف منها طبعا بالنسبة لالتهاب الأمراض الكبدية أو في حالات المتقدمة من تليوف الكبد بالتالي هذا يتوقف يعني يتوقف أمر الصيام لمرضى التهاب الكبد على حالة الكبد بشكل عام فإذا كانت الحالة الكبد جيدة جدا بحيث توجد يعني المادة الصفراء ولا ارتشاح في البطن أو تورم القدمين فهلاء المرضى يمكنهم الصيام حيث ينظر إليهم كمرضى شبه طبيعيين وليس لديهم أي مشكلات حادة ولكن يفضل لهم تأخير السحور حتى لا نثقل على الكبد ونزيد أعباءه حيث أن الكبد هو الذي يقوم بتخزين السكريات وعيد إفرازها أما المرضى اللي في حالات متقدمة من أمراض الكبد ينصح بعدم صيامهم حيث يمثل الصيام كبير على الكبد وبالتالي يعني يمثل خطورة على حياتهم ولا ينصح بصيامهم يعني في بعض المرضى من أمراض من مرضى الكبد يعطون مدرات البول أو المسابين بفشل الكبدي بشكل عام طبعا هؤلاء ينصح بعدم صيامهم حيث أن مرضى الفشل الكبدي الحال يحتاج لعناية شديدة بالمستشفى وينصح بضرورة تناوى كمية معتدلة من الطعام في نهار رمضان صحيح دكتور محمد أنت من التوصيات التي تعطينا إياها بخصوص كل مرض أتشوف أن هناك مثلا يقولون ثيم معين له أن يغير نمط حياتي التزم من نمط حياتي صحيح أكثر وأتوقع أن التوصيات التي تتأكد عليها هو ضرورة أن يشوف دكتورة وأخصائي التغذية قبل رمضان أصلا عشان يستويد من شهر الصوم صحيح؟ نعم طبعا مثل ما قلنا طبعا المرضى بشكل عام يمارسون يعني ممارسات خاطئة خير شهر رمضان يعني بتناول اتبات كبيرة وقلة الحركة والتدخين وهذه طبعا الأشياء كلها تأثر سلبا على صحة الإنسان الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى بارك لنا في شهر رمضان بعب شهر رمضان في خير وبركة وله تأثير بالإيجاب على الجهاز الهضمي الهضمي وأمراض الجهاز الهضمي بشكل عام ممتاز دكتور محمد حين تعرفنا على الخدمات اللي قدمها قسم الجهاز الهضمي للمرضى بشكل عام طيب نعم يعني أنا كوني أنتمي لهذا الصراح الكبير اللي يتمثل بها الدمية للصحة وبالأخص مستجفى راشد اللي قدم ولازال يقدم كثير من الرعاية الصحية المتميزة على مدى تقريبا خمس عقود من الزمن فأني أعتخر لأن قسم الجهاز الهضمي والمناظير في المستجفى راشد يقدم رعاية صحية متقدمة ويملك من الخبرات والأجهزة الحديثة على المستعيوات من حيث علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومتابعة مرضى زراعة الكبد وكمان عمل أيضا يعني عمل جميع المناظير الاستكشافية والتداخلية وتطبيق القنوات التطراوية والأشعر الصوتية بالمنظارة كما يعتبر الكادر الطبي في قسم الجهاز الهضمي من حيث الأطباء سواء الأطباء أو الطاقة التمريضي من أصحاب خبرة واسعة وتخصصات دقيقة لأن حيث أن الفئة الضبية والأطباء الموجودين في قسم الجهاز الهضمي ينقسمون إلى أصحاب الطبية ودقيقة منهم أطباء أمراض الكبد المتقدمة وزراعة الكبد أمراض القلون والقلون التقرشي إلى جانب الفريق الطبي العلاجي لأمراض الجهاز الهضمي المتقدمة عبر المناظير والأشعار التداقلية وأشعار الصوتية للمناظير طبعا كما يعني أفتخر أيضا أن قد أعتمد مركز الجهاز الهضمي في مسجفة راشد كمركز معتمد للتدريب بالنسبة للهيئة السعودية التخصصات الصحية مباشرة بها ومركز مستقل إلى جانب التدريب مع البورد العربي ممتاز في كلمة أخيرة حابت شاركنا فيها دكتور محمد قاموا ننهي هاللقاء الجميل معاك يعني أنا أتمنى للجميع الصحة والسعادة وشكرا لكم والتقدير لأذعتكم المبقرة وكل عام أنتم بخير وانت بالصحة والسلامة شكرا لك دكتور محمد عبدالله بنما اخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى راشد هذه المداخلة الجميلة ونهارك سعيد شكرا لكم شكرا لك مثل ما تفضل دكتور محمد وقال لنا عن تأثير الصوم على الجهاز الهضمي نشوف أنه بشكل عام كل الناس اللي عانوا مأمراض الجهاز الهضمي ما عدا الحالات تكون شديدة ونحن نتكلم بشكل عام وطبعا هناك حالات مستثنى مثل ما يقولون وهذا القرار الأول والأخير يكون أكيد الطبيب المختص اللي أنتم تتابعوا معاه لكن بشكل عام لا يوجد هناك مانع من الصيام بالعكس الصيام يساعدكم على مثل ما يقولون ترميم الجهاز الهضمي وهذا الكلام ليس فقط للناس اللي تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أنا أريد أن أقول هذا لنا جميعا اللي استوية جماعة في فترة الصيام أنه جهازنا الهضمي يدخل في المرحلة راحة أنه ما في أكل قاعد يدخل فعند الفرصة أنه يتجدد ويتخلص من السموم المتراكمة في الجسم أحيانا عشان نعرف بالضبط متى تبتدي هذه العملية في الجسم العملية تبتدي هذه بالضبط 6 إلى 8 ساعات بعد آخر وجبة في اليوم يعني بعد السحور بعد وجبة السحور 6 إلى 8 ساعات مخزون الجسم الهضم الأكل اللي كان يهضمه انتهى تم امتصاصة أو تم تخزينه والآن الجسم يلاحظ أنه ما في أكل ما في أكل قاعد يدخل في الجهاز الهضمي فتبتدي عملية التخلص من السموم خلال النهار زائد شو اللي يستوي خلال الصيام اللي يستوي أن الجسم بعد هال 6 إلى 8 ساعات من عدم تناول الطعام وعدم تناول الشراب يبدأ يحرك مخزون الدهون اللي موجود عندنا في الجسم وأعتقد هذا هو الهدف اللي كنا نطمح له يعني بالإضافة لأخذنا الأجر من الصيام أنه نحن خلال ساعات الصيام جسمنا بيحرك مخزون الدهون ومخزون الشحون الموجود باعتباره هو المصدر الثاني للوقود لإنتاج الطاقة في الجسم نحن دائما نتسأل أنه دائما التعب الرمضان يكون بالعادة أول ثلاثة أيام بعد أول ثلاثة أيام نلاحظ نفسنا نشيطين أكثر صحيين أكثر ثم يقول خفاف أكثر خلال ساعات الصيام الطويلة ليش؟ لأن الجسم يتعود على تحريك مخزون الشحون الموجود عشان يحافظ على مستوى الطاقة فتخيلوا أنتو لو تسوون منشاطكم العادي ما لكل يوم يعني ما نأخذ بمعنى ما نأخذ حاجة أنه هو رمضان ونستغله في النوم طول اليوم أنه نأخذ إجهازة من دوام لأنه نتم نائمين طول اليوم من الردم الدوام النام الليلة المغرب فهالطريقة إحنا ما قاعدين نسفيد من الصيام لا روحانيا مثلا بدنا نسفيد منه في قراءة القرآن والدعاء وغيرها وجسمنا قاعد يسفيد منه لما أنت تنام الجهاز الهضمي أيضا يرتاح معك خلاص أنه فترة نوم فما يتم يشتغل أو يحرك مخزول لأن أنت أصلا خلال النوم لا تحق سعرات حرارية بشكل كافي فتخيلوا أنت تمارس نشاطك اليومي الدوام ترد من الدوام تقعد في البيت تمارس ماشي خفيف قبل الفطور هذا كله يحرك المخزول اللي عندنا اللي متراكم من شهور وحيانا كثيرة تكون من سنوات فهذه فرصة ممتازة عشان أنت تحول ليتم هناك حتى تحول التدريجي لاستخدام الشحوم الموجودة في الجسم بشكل غير قاسي شو أني بشكل غير قاسي يعني لما الناس عمدا تمنع نفسها من الأكل ساعات طويلة هذا يسوي ضغط كبير على الجسم يؤدي الجسم يستهلك مخزون الشحوم بطريقة غير صحيحة لكن مع الصيام ووجود وجبة السحور وجبة السحور تكون موجودة فأنت تعطي الجسم ستة إلى ثمان ساعات بعدها ثمان ساعات يكون باجي على الفطور ثمان ساعات أخرى أتوقع أو سبع ساعات أخرى فخلالها سبع ساعات اللي باجي من بعد وجبة الفطور من بجعة السحور هني بالجسم يحرك لكم مخزون الشحوم الموجود عشان نستهلكه كطاقة لأن شو اللي يستوي شو الفرق بين الصيام وحالات الناس تمنع فيها نفسها من الأكل بشكل قاسي لإنزال الوزن تشوفون بعض الناس تساوي الأنظمة غذائية والله بس روب بس لبن بس ماي وقطع التوست طول اليوم هالأنظمة الغذائية الخاطئة تماما فهذا النوع من الأنظمة الجسم ما يكون عنده فرصة كافية إنه هو يحرك مخزون الشحوم فيبتد يكسر البروتين الموجود في العضلات مع الصيام ومع وجود وجبة السحور هذا ما يتم لأنه سبحان الله ترى فترة الصيام حتى رحمة من رب العالمي مدروسة من السحور إلى الفطور الفترة اللي تكفي إن الجسم يخلص هضم الأكل كلاو وقت السحور يبتدي الآن يحرك المخزون الموجود في الشحوم فتخيلوا الفائدة العظيمة من الصيام فهذه الرسالة جميعا نحن نستفيد من شهر الصوم هي مجرد ثلاثين يوم في السنة فقط يعني بلحيال رمضان هي علينا خلن نستفيد من رمضان ما بقول لاتباع خلن نقول لتعديل بعض العادات الصحية اللي عندنا ترى كلنا عندنا بعض العادات اللي مو بصحية 100% أو يبالها تعديل كلنا على اختلاف مستوياتنا سواء كنا أطباء أو كنا ناس عاديين كنا رياضيين أو كنا مونا نمارس رياضة كنا عندنا بعض العادات الصحية اللي يبالها شوية التعديل وترى التعديل لما يكون ببساطة أو خطوة بخطوة يكون ويد أسهل نحن نتبنى للعمر كله مثلا ما يقولوا ما بنقول للسنة جدا للعمر كله التغيير الكبير يعني مثلا انت متعود مثلا تاكل مثلا صحا كبير عيش فجأة تقطع العيش تماما نظامك الغذائي هذا تغيير قاسي انت ما رح تقدر تحافظ عليه الفترة طويلة دائما الاعتدال والتدريج خطوة بخطوة بهذه الطريقة انت تتقبل التغيير اكثر ترى التغيير نفسه يبالغ انت تكون متقبل لنا وما اعتقد فيه احد يتقبل تغيير الكبير هذا لازم يكون تغيير خطوة بخطوة خطوة بخطوة ترى اجسامنا ذكية وعقلنا ايضا ذكي لو انت حرمتها تماما من عنصر معين راح يحفظ يشحظ كل السلحة اللي عندها يخليك تشتيه هذا النوع بالذات يعني قبل لو انت يعني العيش بالنسبالك عادي او الخبز بالنسبالك عادي من تقرر توقفه مئة بالمئة راح تلاقي انت تشتيه الخبز وتبالي الخبز اكثر من اي وقت اخر حتى تستغرب تقول يعني مثل بعض الناس يميني للعيادة يقول دكتورة انا نايم في بال الخبز لانا وقفت الخبز تماما عشان نظام الغذاء الوقع يتبع له يكون غير سليم يقول انا نايم وفكرة بنش ابقى اكل الخبز فابتدوا بالتدريج حبة حبة انتم بتعودين تتاكلون اربع حبات خلوها ثلاثة ما بنقول خلوها واحد من البداية خلوها ثلاثة بعد مدة خلوها ثنين ونص بعد مدة وهكذا التقليل بالتدريج يساعدنا ويساعد اجسامنا على تقبل التغيير وان احنا نتمسك بهذا التغيير لين سنوات جدا واتوقع هذا هو الغرض لكل النوا ما اعتقد في حد عمدا يبا يكون نظام حياته غير صحي او بالعمال يأكل نفسه غير صحي ولكن كل الناس خاف من التغيير لا ليحرموني مثلا اكل وجبة البرجر اللي احبها لا يحرموني اكل بطاطا المقلين انا احبها لا يقولوني وقف مثلا المشروبات الغازية انا احبها اوقف تماما العيش اوقف تماما الحلويات ما حد بيقولك هالكلام وانا اقولكم اذا حد قاكم هالكلام غيروا الدكتور اذا حد قاكم امية بالمية امتنع غيروا الدكتور هانا نصيحة الدكتورنا دل اليوم لانه ما في شيء اسم ممنوع اكلوا باعتدال فالاكل كله نعمة واحنا لازم نستمتع بهذه النعمة بيناقل منها ولكن باعتدال احنا وصلنا الى ختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة شكرا لك عيسى سبيل في الاخراج شكرا لك ميرا المري في التنسيق وهذه محدثتكم دكتورة ندل ملة كنت معاكم تقريبا على مدى ساعة على الهواء ان شاء الله كنضيفة خفيفة عليكم الى نلقاكم ان شاء الله اسبوع اليوم السناثة اقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي